الثانية عشر ظهرا بتوقيت القاهرة العاشرة بتوقيت جرينيتش نشرة إخبارية تأتيكم من القاهرة والبداية مع دارين مصطفى صبع خير الدنيا أهلا بك ياسر أهلا بكم مشاهدين وبداية هذه النشرة مع القمة العربية في الجزائر التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي نظيره الجزائري عبد المجيد تبون على همش مشاركته في القمة العربية في الجزائر وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي هنأ الرئيس الجزائري بمناسبة يعيد الاستقلال الجزائري مع التأكيد على حرص نصر على الدفع قدما بأطر التعاون الثنائي بين البلدين على شتى الأصعدة والانطلاق بها إلى آفاق أرحب اتساقا مع عمق أواصر الأخوة بين البلدين والشعبين الشقيقين من جانبه رحب الرئيس تبون بزيارة الرئيس السيسي إلى الجزائر مؤكدا اعتزاز الجزائر بما يربطها بمصر من علاقات وثيقة ومتميزة على المستويين الرسمي والشعبي والاهتمام بتكثيف العمل نحو استطلاع آفاق جديدة للتعاون المشترك في شتى المجالات وأشاد بما حققته مصر بقيادة الرئيس السيسي خلال السنوات الماضية على الصعيد الداخلي من إنجازات في مجالات الأمن والاستقرار والتنمية كما أكد الجانبان ضرورة العمل على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية لتتنسب مع العلاقات السياسية المتميزة فضلا عن مواصلة التعاون والتنسيق العسكري والمعلوماتي بين البلدين وكذا تعزيز الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب كما أكد الرئيس السيسي مساندة مصر للرئاسة الجزائرية للقمة بما يدعم أطراء وآليات العمل العربي المشترك ويخدم المصالح العربية أما ما يتعلق بالأزمة الليبية فقد تلقت الرؤى بشأن أهمية العمل على تحقيق الأمن والاستقرار صون وحدة وسيادة ليبيا الشقيقة ومن ثم ضرورة الدفع نحو عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب وقت اشتركوا في القناة وننوه هذا الخبر العاقل حيث التقى رئيس عبدالفتاح السيسي الرئيس العراقي عبداللطيف رشيد وذلك على هامش مشاركته في القمة العربية في الجزائر حيث جدد رئيس السيسي التهنئة لأخيه الرئيس العراقي على نيل ثقة البرلمان وتوليه مهام منصبه أكتوبر الماضي معاربا عن خالص التمنيات له بالتوفيق في تلبية طموحات وتطلعات أبناء الشعب العراقي الشقيق نحو حاضر يسوده الأمن والاستقرار والرخاء كما أعرب الرئيس السيسي عن الاعتزاز بعمق ومتانة العلاقات المصرية العراقية والتي تعززها أواصر الأخوة والتفاعل المجتمعي بين الشعبين الشقيقين مؤكدا حرص مصر على الدفع بوطر التعاون الثنائي مع العراق الشقيق نحو آفاق جديدة ومتنوعة في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية مشددا في هذا الصدد على ثوابت السياسة المصرية تجاه العراق والتي تتمحور أبرزها حول دعم وحدة العراق وسيادته على كافة أراضيه بما يحافظ على أمن واستقرار العراق ويساهم في الحيلولة دون عودة ظهور التنظيمات الإرهابية به من جانبها أعرب الرئيس العراقية عن امتنانه للفتة الكريمة من الرئيس السيسي وتقديره للجهود المصرية الداعمة للشأن العراقية على كافة الأصعدة مشيدا بالروابط الأخوية الوثيقة والتاريخية التي تجمع بين البلدين مؤكدا حرص العراق على تعزيز أطور التعاون الثنائي الراسخة مع مصر واستطلاع آليات دفعها إلى آفاق أرحب والاستفادة من الكفاءات المصرية في مختلف المجالات خلال الفترة المقبلة كما ثمن رئيس العراقي الدور المصري البارس في تعزيز آليات العمر العربي المشترك في مواجهة الأزمات والتحديات الراهنة بالمنطقة معتبرا إياها نموذجا يحتذا به في الحفاظ على الاستقرار والنهوض بالأوضاع التنموية والاقتصادية والاجتماعية في الوطن العربي وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيسين تبادل كذلك وجهة النظر حول عدد من القضايا العربية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك حيث اتفق الجانبان على ضرورة تكثيف التنسيق لمواجهة التحديات التي تعاني منها المنطقة وبما يحقق أمال شعوبها في العيش في سلام واستقرار هذا وقد تواصلت لليوم الثاني على توالي أعمال القمة العربية الحادية والثلاثين في الجزائر بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي حيث تعقد جلسة تشاورية مغلقة تعقبها جلسة عمل أولي علنية يتحدث فيها القادة العرب حسب أولوية الطلب ثم تعقبها جلسة عمل ثانية مغلقة من أجل اعتماد مشروع جدول الأعمال ومناقشته واعتماد مشاريع القرارات واعتماد مشروع إعلان الجزائر ثم جلسة ختامية علنية يتم خلالها إصدار إعلان الجزائر والإعلان عن الرسائل والبرقيات الموجهة إلى القمة العربية يعقبها كلمة لرئاسة القمة العربية المقبلة الثانية والثلاثين وبعدها كلمة ختامية للرئيس الجزائري عبد المجيد تابون رئيس الدورة الحادية والثلاثين للقمة كان الرئيس السيسي قد شارك في عمل الجلسة الافتتاحية للقمة العربية واستقبل الرئيس الجزائري الرئيس السيسي لدى وصوله مقرن عن قاد القمة وشهدت الجلسة الافتتاحية تسليم الرئاسة من قبل الرئيس التونسي قيس سعيد باعتباره رئيس الدورة السابقة لمجلس الجامعة العربية على مستوى القمة إلى نظيره الجزائري عبد المجيد تابون وتأتي مشاركة الرئيس السيسي في القمة العربية في إطار حرص مصر على تدعيم أواصر علاقات التعاون والأخوة مع جميع الدول العربية الشقيقة واستمرارا لدور مصر المحوري في تعزيز جهود دفع آليات العمل المشترك لصالح الشعوب العربية كافة وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا موفد أكستر نيوز إلى الجزائر الزميل عوض الغنام عوض بعد التحية يعني كان هناك العديد من المحددات التي وضعت على أجندة هذه القمة ليناقشها الزعماء ما الجديد لديك؟ دارين تعلمين دوما عقل سنوات طوال كانت القمة العربية تعقد في يوم واحد ربما من المرات النادرة للغاية أن يكتمع العرب ويبيت ليلتهم معا ليتشاوروا بالليل ويستكملوا هذه المشاورات في صباح الغد وهذا ما وقع هنا وما حدث بالفعل على أرض الجزائر ربما من قام بترتيب هذه القمة كان يريد أن يصل إلى هذا المغزى على كل حال بعد أقل من ساعة ستبدأ عدة جلسات وليست جلسة واحدة ستكون الجلسة الأولى هي جلسة تشاورية مغلقة سيتشاور فيها القادة العالم العربي حول عدد كبير من القضايا الأمنية والإقليمية والدولية والاقتصادية والسياسية وسيطول الشرح في ذلك وكل دولة ستعرض وجد نظرها أشكرك زميل عوض الغنام وأستأذنك في تلاوة هذا النبأ العقل الذي وردنا الآن من غرفة الأخبار حيث التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الرئيس قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية وذلك على هامش مشاركته في القمة العربية في الجزائر حيث أعرب الرئيس السيسي عن التقدير للعلاقات الوثيقة والتاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين على المستويين الرسمي والشعبي فضلا عن التشابك الحضاري والثقافي الممتد متمنيا كل التوفيق والنجاح للسلطة التنفيذية بتونس تحت قيادة الرئيس قيس سعيد وذلك في إدارة الدولة خلال هذا المنعطف الهام من تاريخ الشعب التونسي الشقيق مؤكدا تطلع مصر إلى تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين إلى إطار مستداما من التكامل الاقتصادي وتعاون الاستراتيجي ودعم مصر لكافة الجهود الجارية الحثيثة لمواصلة مسيرة التنمية والإصلاح بتونس من جانبه أكد الرئيس التونسي عمق الروابط التي تجمع بين البلدين الشقيقين وحرص بلاده على الارتقاء بتعاون مع مصر على مستوى الشراكة الاستراتيجية وذلك لمصلحة الشعبين الشقيقين وكحجر أساس للحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي وإعادة التوازن للمنطقة وذلك في ضوء الأهمية المحورية لمصر إقليميا ودوليا معربا عن تطلع بلاده إلى الاستفادة من التجربة المصرية الناجحة في تنفيذ المشروعات التنموية والإصلاحات الاقتصادية الشاملة فضلا عن الاطلاع على الجهود المصرية الحثيثة في مكافحة الإرهاب والتطرف وأشار المتحدث باسم رئاسة الجمهورية عفوا إلى أن اللقاء شاهد استعراض سبل دفع العلاقات الثنائية المتينة بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات إلى جانب التشاور بشأن أبرز القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشتركة وبالعودة إلى الزميل عوض الغنام موفد أكسرا نيوز إلى الجزائر ليطلعنا على أحدث مجريات القمة العربية إليك عوض عوض هل تسمعوني؟ إذن ربما يكون الصوت قد فقد بيننا وبين الزميل عوض الغنام وسنعاود الاتصال به مرة أخرى نوجه عناية حضراتكم بأنه تم إطلاق قناة القاهرة الإغبارية وهي قناة إغبارية مصرية تبث على مدار 24 ساعة وتقدم محتوى إغباريا متنوعا وقويا من مصر والمنطقة العربية والعالم يمكنكم متابعة القناة على القمر الصناعي النيلسات تردد 11-7-47-Vertical كما نوجه عناية السادة المشاهدين لانطلاق قناة أكسرا لايف في بثها التقريبي وهي قناة معنية بالبث الحي المباشر لكل الأحداث الكبرى داخل مصر وخارجها وفي مقدمتها قمة المناخة نشير إلى أن تردد قناة أكسرا لايف هو 12-02-Vertical شهد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مرسم توقيع بروتوكول تعاون بشأن إنشاء من نص الصناعية الرقمية لتيسير تقديم الخدمات والإجراءات المختلفة للمستثمرين في قطاع الصناعة ويستهدف البروتوكول تقديم خدمات تصميم وإدارة وتشغيل منصة مصر الصناعية الرقمية والتي تسهم في تقديم خدمة أفضل للمستثمرين والمصنعين والتيسير في سرعة إنهاء الإجراءات المطلوبة وحوكمتها من خلال استحداث منظومة رقمية إلكترونية كما شاهد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي توقيع عقدي اتفاق بين وزارات التنمية المحلية والزراعة والدولة للإنتاج الحربي بهدف توريد خمسة ملايين شجرة لزراعتها بالمحافظات يأتي هذا الاتفاق في ضوء توجيهات الرئيس السيسي بتنفيذ مبادرة تستهدف زراعة مئة مليون شجرة بالمحافظات بهدف تحسين نوعية الهواء والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين وتحقيق الاستفادة الاقتصادية للدولة اعلنت القوات المسلحة وصول الفرقات العزيز من تراز ميكو إلى قاعدة الإسكندرية إذن بانضمامها للقوات البحرية والتي تعد واحدة من أصل أربع فرقاتات تم التعاقد عليها بين مصر وألمانيا وتتبتع الفرقاتة بالعديد من الخصائص التقنية ومنظومات التسليح الحديثة ترجمة نانسي قنقر التي تم بناؤها بشركة تي كي ام اس بترسانة اس بي اين الألمانية لتنضم إلى أسطول القوات البحرية المصرية والتي تعد واحدة من أصل أربع فرقاتات تراز ميكو اي مائتين تم التعاقد عليها بين مصر وألمانيا وتتمتع الفرقاتة العزيز بالعديد من الخصائص التقنية ومنظومات التسليح الحديثة التي تمكنها من تأمين خطوط الملاحة البحرية الحليفة مما يجعلها بمثابة إضافة تكنولوجية هائلة لإمكانات القوات البحرية ودعم قدرتها على حماية الأمن القومي المصري موسيقى وألقى الفريق أشرف عطوى قائد القوات البحرية كلمة نقل خلالها تحية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي لطاقم الفرقاتة على الجهد المبذول أثناء فترة الإعداد حيث تم إعداد وتأهيل الأطقم التخصصية والفنية العاملة على الوحدة الجديدة في توقيت كياسي مشيرا إلى الدعم الكامل من القيادة السياسية والقيادة العامة للقوات المسلحة لتزويد القوات البحرية بعدد من الوحدات البحرية ذات طبيعة ومهام قتالية خاصة من مختلف الطرازات والحمولات لامتلاك قدرات قتالية حقيقية تؤهلها للعمل في المياه العميقة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة المصرية ومواجهة ما يفرضه الوضع الراهن في المنطقة من تحديات كبيرة في مجال الأمن البحرية قوات البحرية خلال عصر السيسي بعد أقوى قوات دلوقتي ودخلت معدام حديثة كثيرة يمكن تقول السنين اللي فاتت دي ما كاناش فيه التقدم اللي في قوات البحرية زي دلوقتي فإحنا بنشكر سيادة الرئيس وربنا يخليه لنا والمصر يعني من الأربع جهات خطر فده بالنسبة لنا أمان منتها الأمان طبعا حاجة جميلة طبعا هي دي بداية الأمان البحر عندنا بداية الأمان ربنا إحنا في وحد وصف جات الرئيس عمله كتير وبخصوصة أنه قائد عسكري فهم يعنيه قوة عسكرية لأن السلام والتنمية والاقتصاد لازم تحميل قوة العسكرية دولة بدون قوة عسكرية دولة ضعيفة وإحنا شفنا العالم كله دلوقتي بيرجح تاني الياد القوية تحمل اقتصاد والله ده شرف لنا كلنا كمصريين أن احنا عندنا قوات بحرية بأذى المستوى في عصر في كل الدول العربية محتاجة القوة والمساندة وإحنا بكرم ربنا علينا الحمد لله شعب واحد ويد واحدة والنهاردة يكفي أن في أزيل فترة صعبة في العالم كله عندنا أزيل قوات اللي احنا بنشقها في البحر حاجة تفرح فخر الليلة والمصر والعرب كلها أزيل قوة المستمدة ويريد كلنا كشعب مصر نحافظ عليها ونكون يد واحدة وإحنا طبعا قدرين تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر شهد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي شهد المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوي صمود اثنين والذي تجريه قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب والذي يستمر لعدة أيام في إطار خطة التدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة شهد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوي صمود اثنين والذي تجريه قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب ويستمر لعدة أيام في إطار خطة التدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة وذلك بحضور الفريق أسامة عسكر رئيسي أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة وألقى لواء أركان حرب نبيل حصب الله قائد قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب كلمة أكد خلالها حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تقديم كافة أوجه الدعم لقيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب لتنفيذ كافة المهام التي توكل إليها بكفاءة واقتضار بدأت المرحلة الرئيسية للمشروع بعرض الفكرة التعبوية للمشروع والقرار المتخذ في الموقف أثناء المشروع وناقش الفريق أول محمد زكي عدداً من القادة والضباط المشاركين بالمشروع في أسلوب تنفيذ المهام وكيفية اتخاذ القرار لمواجهة المتغيرات المفاجئة أثناء إدارة العمليات ومدى إثقانهم لها وفقاً لتخصصاتهم المختلفة ونقل القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي تحيات وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة واعتزازه بالجهد الذي يبذله رجال شرق القناة لتنفيذ كافة المهام التي توكل إليهم وأثنى على الأداء المتميز والروح المعنوية العالية للقوات المشاركة في المشروع وطالبهم بالحفاظ على المستوى المتميز والكفاءة القتالية والثقة العالية بالنفس وكان الفريق أسامى عسكر رئيس أركاني حرب القوات المسلحة قد شهد إحدى مراحل المشروع التي تضمنت عرض التقارير والقرارات المنفذة لكافة الوحدات أثناء مراحل إدارة العمليات وقام بفرض عدد من المواقف التكتيكية المفاجئة للتأكد من قدرتهم على اتخاذ القرار السليم أثناء سير المعركة أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن الشبكة الوطنية الموحدة لخدمة الطوارئ والسلامة العامة المتطورة إنجاز ونقل حضارية قبرى لمصر في التعامل مع الأزمات والطوارئ وأكد مدبولي خلال ترأسه اجتماع الحكومة الأسبوعي أن مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي بالقمة العربية تأتي في إطار حرص الدولة على تدعيم أواصر التعاون والأخوة مع جميع الدولة العربية الشقيقة واستمرارا لدور مصر المحوري في تعزيز جهود دفع آلية العمل المشترك لصالح الشعوب العربية كافة كما تأتي في ظل الظروف الراهنة التي تواجهها مختلف دول العالم وما خلفته من تدعيات اقتصادية صعبة فيما أشار مدبولي إلى الحدث العالمي الضخم المنتظر عقده بعد أيام قليلة في مدينة شرم الشيخة والتي تتجه أنظار العالم صوبها من أجل انتظار ما ستسفر عنه الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ كب 27 من قرارات وتوصيات بشأن التغيرات المناخية في العالم أجمع نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء نفى تدول منشورات بأسماء أدوية سعال في الصيدليات تتسبب في وفاة متناولها هذا وتواصل المركز مع هيئة الدواء المصرية والتي أكدت أنه لا صحة للمنشورات المتداولة وأن الأدوية المشار إليها ليست مسجلة بهيئة الدواء المصرية وغير متداولة بسوق الدواء المصرية مشددة على أن جميع الأدوية المتداولة سواء بالمستشفيات أو الوحدات الصحية أو الصيدليات بما فيها جميع أدويات السعال آمنة وفعالة ذات جودة عالية ولا تتسبب في أي أضرار صحية لمتناولها كما أنها تخضع جميعها لعمليات فحصا ورقابة دورية خلال كافة مراحل التصنيع والإنتاج والتوزيع والبيع بالصيدليات ترجمة نانسي قنقر أعلنت قوات الأمن الفيدرالية الروسي إحباط محاولة تسالل وهجوم أوكراني على أحد مواقع توليد الطاقة الكهربائية في شبه جزيرة القرم ووفقا لقوات الأمن الروسية فإذا العملية خطط لها جهاز الأمن الخاص على أوكراني للقيام بها في منشأة البنية التحتية للطاقة في القرم قبل إحباط المخطط من قبل جهاز الأمن الروسي مضيفة أنه تم اعتقال مواطن أوكراني جندته إدارة كيف أعلنت أوكرانيا مقتل 25 جنديا روسيا وتدمير معداتهم العسكرية جنوبي البلاد كما أعلنت قيادة العمليات الجنوبية بالجيش الأوكراني أن القوات الروسية شنت هجمات على العديد من المواقع الأوكرانية والمدن المحررة في منطقتين بريسلاف وميكولاييف الجنوبيتين باستخدام المدفعية الثقيلة والطائرات الهجومية قالت وكلة نوفو سيتي أن القوات الروسية استخدمت القازفات بعيدة المدى لتوجيه ضربات عالية تدقى في إطار العمليات العسكرية الخاصة واستهداف منشآت عسكرية أوكرانية ونقلت الوكالة عن مصدر مطلع أن القازفات بعيدة المدى والمعروفة باسم حاملات الطائرات قصفت أهدافا عسكرية أوكرانية بصواريخ كروز جديدة من تراز كي اتش اتنين وتلاتين وأضاف المصدر ذاته أنه في إطار العملية العسكرية الخاصة أجرت طائرات محدثة سلسلة من عمليات إطلاق الصواريخ كروز الفرط صوتي على أهداف ومنشآت عسكرية تابعة للجيش الأوكراني أعلن وزير الدفاع البولندي ماريوس بلاشاك أعرب أن بلاده ستبني سياجا حدوديا مؤقتا مع روسيا بارتفاع مترين ونصف المتر وذلك لزيادة أمن الحدود مع جيب كالنجراد الروسية وقال بلاشاك في مؤتمر صحفي أن السياج سيتكون من ثلاثة صفوف من السلك الشائك الذي تستخدمه الجليوش وفقا لما نقلته وزارة الدفاع البولندية على تويتر وهو مماثل لذلك السياج الذي بنته وارثو مع بلا روسيا العام الماضي لوقف تدفق المهاجرين جدير بالذكر أن طول الحدود مع جيب كالنجراد الروسي يبلغ نحو 200 كم و4 كم رفعت معركة خرسون الوشيكة والتي يتوقع أن تكون الأشرص خلال العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا من حدة التوتر بين موسكو والغرب المزيد حول الوضع على الأرض في خرسون نتابعه مع الزميلة حورة محمد أهلا بكم تزداد حدة التوتر بين موسكو والغرب بسبب معركة خرسون الوشيكة التي من المتوقع أن تكون الأشرص منذ بدء الأزمة الروسية الأوكرانية روسيا التي تسيطر على المدينة وحولتها إلى حصن دفاعي وأرسلت تعزيزات إضافية ونشرت حوالي 30 كتيبة تيكتيكية حول خرسون تضم كل واحدة من هذه الوحدات المجهزة جيدا 800 جندي وتسيطر على جزء معين من الجبهة وفقدت أوكرانيا السيطرة على معظم خرسون المطلة على البحر الأسود بما في ذلك عاصمتها التي تحمل اسمها في الأسابيع الأولى من العملية العسكرية الروسية التي بدأت في الرابع والعشرين من فبراير الماضي قبل أن تعلن بدء هجوم مضاد مطلع سبتمبر الماضي حققت خلاله نجاحات ميدانية باستعادة السيطرة على عشرات البلدات وتعتبر خرسون ذات أهمية قصوى لروسيا الاتحادية حيث يبلغ عدد سكانها 180 ألف شخص كما أنها تتوفر على مركز اقتصادي صناعي وزرعي مهم وشبكة مواصلات تضم خطوط السكك الحديدية وميناء بحريا ونهريا كما تعتبر خرسون ميناء مهما ورئيسيا على البحر الأسود ونهري دينيبرو إذ تصل على بحر أزوف من الجنوب الشرقي والبحر الأسود من الجنوب الغربي هذا علاوة على أنها تشكل بذلك حلقة وصل بين شبه جزيرة القرم وإقليم دونباس شرقي أوكرانيا ومع تصاعد الحديث حول المعركة المرتقبة في خرسون قامت موسكو بإعادة طرح مسألة التفاوض مع الجانب الأوكراني وأعلن المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف استعداد بلاده للجلوس على طاولة المفاوضات متهما واشنطن بأنها من أمرت كييف بالانسحاب من المفاوضات في مارس الماضي مشاهدين الكرام كان هذا عرضا للوضع على الأرض في خرسون شكرا لكم على طيب المتابعة أطلقت روسيا صاروخا من طراز سايوز يحمل قمرنا صناعيا عسكريا إلى الفضاء وقالت وزارة الدفاع الروسية أن صاروخ قد تم إطلاقه من مركبة إطلاق متوسطة من طراز سايوز 2.1B ولم تذكر الوزارة تفاصيل عن الغراض من إطلاق القمر الصناعي موسيقى 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 اشتركوا في القناة الاستعدادات تتواصل في مدينة شرم الشيخ لاستضافة قمة المناخ العالمية جوب 27 بمشاركة عدد من قضة وزعم العالم للمزيد ينضم إلينا من شرم الشيخ ومن داخل المستشفى الميداني مراسل اكسترانيوز كريم رجب كريم بعد التحية ما زال لديك بشأن الاستعدادات التي تجرى في مدينة شرم الشيخ؟ المستشفى الميداني في مدينة شرم الشيخ واحد من اهم المنشآت التي تم الانتهاء منها حديثا وهي مجهزة بالكامل استعدادا لقمة المناخ التي ستنطلق في السادس من نوفمبر المقبل عفوا الجاري موقع المستشفى الميداني يقع على بعد امطار قليلة من المنطقة الخضراء وهذه المنطقة المخصصة لإقامة بعض الفعاليات على هامش قمة المناخ هذا المستشفى انشئ على مساحة تبلغ نحو الف متر مربع وهو انشئ من مواد صديقة للبيع بالاضافة لانه يعمل بالطاقة النظيفة هذا المستشفى مقسم لعدة اقسام اول هذه الاقسام هو قسم الاستقبال وطوارئ وفي هذا القسم يتم استقبال الحالات وفيها يتم عملية الفرز وقياس الضغط والسكر وعمل رسم قلب بالاضافة الى درجة الحرارة درجة الحرارة الخاصة بالحالة التي تأتي الى هنا وبعد ذلك يتم عمل الاشعة اللازمة في وحدة مجهزة بالاشعة السينية والاشعة المقطعية بعد ذلك هناك قسم خاص بعناية متوسطة وهذه العناية التي يصل عدد الاسرة فيها الى 20 سريرا وهي مجهزة ايضا باحدثة باجهزة حديثة تساعد في عملية التشخيص وتقديم خدمة علاجية مميزة فضلا عن غرفة الاناية المركزة والتي تضم اربعة اسرة داخل هذا المستشفى هذا المستشفى يعد من اهم المستشفيات وكان هناك اشادة من منظمة الصحة العالمية خلال هذا الاسبوع بالاستعدادات الطبية الخاصة باستعدادات مصر لقمة المناخ لسيما ان هذا المستشفى مجهز باحدث الوسائل التكنولوجية التي تساعد على تقديم خدمات طبية وعلاجية مميزة وهو يضاف ايضا الى الخدمات الطبية التي يقدمها المستشفى شرم الشيخ الدولي هذا المستشفى الذي زود مؤخرا بالروبوتات الذكية وهي ايضا تساعد في تقديم خدمات علاجية مميزة فضلا عن الاسطول الخاص بسيارات الاسعاف والذي ايضا تم تجهيزه باحدث الوسائل والاجهزة الطبية وهي تعمل ايضا بالطاقة النظيفة فضلا عن اسكوتر الاسعاف وايضا اللنشات الاسعاف كل هذه التجهيزات تمت هنا في مدينة شرم الشيخ استعدادا لهذه القمة المهمة والعالمية ومن ثم كانت الاشادات الخاصة بهذه التجهيزات الطبية وان منظمة الصحة العالمية قالت ان مصر قادرة بالفعل على تأمين الفعاليات العالمية القبرى كقمة المناخ بعد هذه التجهيزات وبعد نماذج المحكاة التي تمت على ارض الواقع خلال الايام القليلة الماضية تحت اشراف منظمة الصحة العالمية وكانت ايضا هناك تدريبات مكثفة للاطقم الطبية في هذه المستشفيات خاصة ان العداد الكبير التي ستشارك في هذه القمة يتجاوز عددها نحو 30 الف مشارك ومن ثم لابد من وجود هذه الاستعدادات الخاصة بالقطاع الصحي وهذا يثبت ان مصر قادرة على تأمين المؤتمرات وايضا الفعاليات والانشطة العالمية القبرى اكسترا نيوز شكرا جزيلا لك كريم رجب مراسل اكسترا نيوز من مدينة شرم الشيخ حيث انعقاد مؤتمر قمة المناخ العالمية كوب 27 واخر الاستعدادات هناك اشتركوا في القناة ارتفع تضخم اسعار المواد الغذائية في المملكة المتحدة الى مستوى قياسي بلغ 11.6 بالمئة عفواً 6 من 10 بالمئة عفواً خلال اكتوبر الماضي حيث شهدت بعض السلع الاساسية ارتفاعات كبيرة في الاسعار بينما ارتفعت الاسعار في المتاجر بنسبة 6.6 بالمئة على اساس سنوي وهو رقم قياسي لكن تضخم اسعار المواد الغذائية قفز الى اعلى مستوى وهو 10.6 بالمئة في سبتمبر الماضي فيما بلغ متوسط معدل تضخم في ثلاثة اشهر 9.7 بالمئة سجلت الصادرات والألمانية تراجعاً بنسبة نصف بالمئة على اساس شهري في سبتمبر الماضي على عكس المتوقع كما تراجعت الواردات بأكثر من المتوقع بنسبة 2.3 بالمئة وأوضح مكتب الإحصاء الألماني أن البلاد حققت فائداً ناتجرياً على اساس موسمي بلغ ثلاثة مليارات وسبعة مائة مليون يورو ما يزيد عن فائد متوقع سبعة مائة مليون يورو فيما ارتفعت المعنويات بين المصدرين الألمان بشكل طفيف في أكتوبر الماضي وفقاً لمسح أجراها معهد إيفو الألماني لكن الوضع بشكل عام لا يزال صعباً بسبب توتر أسواق الطاقة وضعف البيئة الاقتصادية العالمية ارتفعت أسعار الذهب مع تراجع الدولار بينما يترقب المستثمرون صدور قرار سياسة النقدية من قبل الاحتياطي الفيدرالي اليوم هذا وارتفعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.5 من 10 بالمئة لتصل إلى 1658 دولار للأوقية كما صعد سعر التسليم الفوري بنسبة 0.4 من 10 بالمئة ليصل إلى 1654 دولار للأوقية على جانب آخر انخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.2 من 10 بالمئة ليصل إلى 11.32 من 100 نقطة تباينت الأسهم الأوروبية خلال التعاملات مع متابعة الأسواق بيانات القراءة النهائية لمؤشرين مديري المشتريات التصنعية لكل ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وأيضا منطقة اليورو ورتفع مؤشر ستوكس يوروب بـ 600 بنسبة 2 من 10 بالمئة كما صعد مؤشر كاك الفرنسي بنحو 3 من 10 بالمئة بينما تراجع فوتسي البريطاني بنسبة 1 من 100 بالمئة كذلك انخفض مؤشر داكس الألماني بقيمة 3 من 100 بالمئة استقرت الأسهم اليابانية في ختام تعاملات اليوم عقب اجتماع البنك المركزي والذي أظهر تمسوك الأعضاء بالسياسة التيسيرية رغم ارتفاع تضخم وقال عدد من أعضاء مجلس السياسة النقدية إن البنك يستهدف استقرار الأسعار وليس أسعار الصرف الأجنبية مؤكدين ضرورة الحفاظ على الموقف الحالي للسياسة النقدية هذا واستقر المؤشر الرئيسي في بورصة توكيو عند 27.663 نقطة فيما انخفضت العملة الأمريكية مقابل نظيرتها اليابانية بنسبة 0.59 من 100 بالمئة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر توقع بنك جولدمان سكس الأمريكيين انخفاض أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا من أحو 30% خلال الأشهر المقبلة مع قيام دول المنطقة بتوفير الإمدادات العزمة لتلبية الطلب خلال فصل الشتاء وتوقع البنك مزيدا من انخفاض في سعر الغاز ليصل إلى 85 يورو لكل ميجاواتساعة خلال الرابع الأول من عام 2023 قبل أن يرتفع بشكل حاد في الصيف المقبل أظهرت بيانات معهد البترول الأمريكي أن مخزونات النفط الخامة في الولايات المتحدة انخفضت في الأسبوع الماضي مشيرة إلى أن المخزونات انخفضت بحوالي 6 ملايين برميل ونصف المليون برميل على مدار الأسبوع المنتهي في 28 أكتوبر فيما انخفض مخزون البنزين بحوالي مليونين وستمائة ألف برميل في حين زادت مخزونات نواتج التقطير والتي تشمل الديزل وزيت التدفئة بحوالي 870 ألف برميل ترجعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم مع اتجاه الأنظار نحو بيانات مخزونات الخامة الرسمية وقرار الفائدة الأمريكية وانخفضت العقود الآجلة لخام برينت بنسبة 2 من 10% لتصل إلى 94 دولار و50 سنة للبرميل كما هبطت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 1 من 10% لتسجل مستوى 88 دولار و26 سنة للبرميل وإلى شأن دولي آخر حيث أطلقت كوريا الجنوبية ثلاثة صواريخ جو أرض ردا على إطلاق كوريا الشمالية لصواريخ باليستية قبل ساعات وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية يونهاب أن طائرات من طراز F-15 أطلقت صواريخ دقيقة أتوجيه في المياه شمالي خط الحد الشمالي في البحر الشرقي بينما أكدت هيئة الأركان المشتركة أن رد الجيش يؤكد العزم على الرد بحزم على أي استفزازات من جانب كوريا الشمالية كان الجيش الكوريا الجنوبية قد أعلن أن كوريا الشمالية أطلقت أربعة صواريخ باليستية إضافية صباح اليوم والتي رصدت في وقت سابق إطلاق أكثر من عشرة صواريخ كوريا الشمالية سقط أحدها بالقرب من مياه كوريا الجنوبية وأفدت قيرة الجيش بأن صاروخا فاليستيا أطلقته بيونج يانج باتجاه بحر الشرق سقط للمرة الأولى جنوب الحدود البحرية المتنازع عليها بين البلدين بالقرب من المياه الإقليمية وقال مدير العمليات في هيئة الأركان المشتركة للجيش الكوري الجنوبي إن إطلاق الصاروخ الكوري الشمالي أمر غريب وغير مقبول فيما تعهدت سول برد حاسم على استفزازات بيونج يانج قال الرئيس كوريا الجنوبية يون سوكيول إن إطلاق صاروخ باليستي كوري شمالي عبر الحدود البحرية المتنازع عليها وسقوطه بالقرب من المياه الإقليمية لبلاده يعد عمليا غزوا للأراضي وأشار يون في بيان صادر عن مكتبه إلى أن الاستفزازات الكورية الشمالية تعد غزوا للأراضي من خلال إطلاق صاروخ عبر خط الحد الشمالي للمرة الأولى منذ تقسيم شبه الجزيرة أعرب رئيس الأمريكي جو بايدن عن ثقته في أن الشعب الأمريكي سيصوت مجددا للديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي للكونجرس المقررة في الثامن من نوفمبر الجاري وقال بايدن إنه وافق تماما من أن الشعب الأمريكي سيصوت مرة أخرى بأعداد قياسية كما فعل عام 2020 مشيرا إلى أن بلاده توجه مخاطر عالية في الصين أعلنت منطقة صناعية تضم مصنعا لهواتف المحمول عن إغلاق جديد لمكافحة كافا 19 ما أثار تساؤلات حيال تأثير ذلك على جهود الشركة الموردة للهواتف لتهديئة الاستياء العام في المصنع وقالت المنطقة الاقتصادية لمطار تشانجشو في وسط الصين إنها ستفرض مجددا إجراءاتنا بأثر فوري بما يشمل منع كل سكان من الخروج ولن تسمح إلا للمركبات المصرح لها بالتحرك على الطرق ستبقى تلك القيود مفروضة حتى التاسع من نوفمبر الجاري أظهرت صور على أقبار الصناعية التي تم نشرها بلدات وقرى في نيجيريا قمرتها في مياه الفيضانات وتسبب ارتفاع منصوب المياه في نيجيريا في مقتل ما لا يقل عن 600 شخص وتشريد أكثر من مليون آخرين وتفاقم تفشي الكوليرا كما تسببت الأمطار الموسمية الغزيرة غير المعتادة في غمر مساحات شاسعة من غربي ووسط أفريقيا منذ يونيو الماضي مما أدى إلى فيضانات قاتلة أثرت على الملايين وغمرت الأراضي الزرعية في 19 دولة ارتفع عدد ضحايا العاصفة نالجي الاستوائية في الفلبين إلى نحو 120 قتلا وفقدان 36 أخرين كما تضرر أكثر من 3 ملايين و150 ألف شخص وأشار تقرير المجلس الوطني للوقاية من المخاطر ومجابهة الكوارث الطبيعية إلى أنه يوجد نحو 870 ألف نازح في الفلبين وتسعمائة مركز إجلاء يقرب من 350 ألف شخص غادروا منازلهم مقدما يذكر أن الإعصار قد تسبب في إصابة ما لا يقل عن 100 شخص وثلاثة أشخاص بجروح مختلفة نوجه عناية حضراتكم إلى أنه تم إطلاق قناة القاهرة الإغبارية وهي قناة إغبارية مصرية تبث على مدار 24 ساعة وتقدم محتوى إغباريا متنوعا وقويا من مصر والمنطقة العربية والعالم ويمكنكم متابعة القناة على القمر الصناعي نايل سات تردد 11-7-47-Vertical رياضيا يواجه فريق الأهل نظيره الدخلية اليوم ضمن لقاءة الأسبوع الثالث لبطولة الدور الممتاز ستقام المباراة في الخامسة مساء على استاد السويس الجديد حيث يمتلك الأهل ست نقاط من الفوز في الجولتين الماضيتين أمام الإسماعيلي وأسوان بينما يمتلك الدخلية نقطة واحدة من التعادل مع طلائع الجيش يواجه فريق الزمالك نظيره إنبيا اليوم ضمن منافسات الأسبوع الثالث لبطولة الدورية الممتازة وسيقام اللقاء عفستاد أحمد عثمان بالجبل الأغضر في السبع مساء ويمتلك الزمالك ست نقاط من الفوز على سموحة ثم سيراميكا كيليو باترا بينما يمتلك الفريق البترولي نقطة واحدة من التعادل مع بيراميز بأخبار الرياضة نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الجولة الإخبارية ولمزيد من الأخبار يمكنكم تحميل تطبيق أكسرا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكيو أر كود الظاهر أمام حضراتكم على الشاشة شكرا على طيب المتابعة كان معكم في جولة الظهيرة الزميل ياسر عبدالستار وأنا داري مصطفى حتى نلتقيكم من جديد نترككم في أمان الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر